مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد والدرس اليوم هيكون عن طريقة نطق الحرف جي الكثير من الناس يخطئون في نطق هذا الحرف بشكل كبير جدا ولا يستطيعون أن يميزوا بين الحرف جي والحرف جي يعني هذا الحرف جي وهذا الحرف جي فدرس اليوم هنعطيك جميع حالات نطق الحرف جي بحيث أنه أنا أقفر لك هذا الباب وتصبح أنت متقن لحروف اللغة الإنجليزية إذا وصلت الحرف الجي أو الأي أو البي وستجداد الموضوع في سلسلة كورس المهارات قبل أن نبدأ هناك كورس جديدة على قناتي الثانية من الصفر الذي يريد أن يبدأ بشكل متدرجي مستوى الأول الثاني الثالث اكتب في اليوتيوب القناة الثانية مع مرات سيظهر لك دروس المستوى الثاني إذا ضغطت على أسفل الشاشة ودخلت قناتي ثم على قوائم التشغيل طيب نعود إلى درسنا اليوم الحرف جي له أربع حالات 1 2 3 4 كما أخبرتك طبعا هو ينطق هذا الحرف جي بينما هذا الحرف جي طيب الملاحظ هنا أن بعض الطلاب يتخربطوا وأنا يمكن أن أتثق معهم لحد ما يقول الكثير من الناس أنت كيف تنطق هذا الحرف يا أستاذ فسأقول له جي A B C D A F G جي جيم اقرأ لي هذه الكلمة اللي سمحت غو هذه الكلمة غو كيف جي وأنت تنطقها غو جي وأنت تنطقها غو كيف الكلام هذا وهنا ما أردت أن أنوه ليه صحيح أتفق معك هو الحرف اسمه عندما تقرأه في الحروف جي جي صحيح هذا الحرف ينطق جي لكن عندما تقرأه في الكلمات عندما تقرأه وسط كلمة فهو ينطق مثل الجيمة المصرية المعطشة كمان يقال فينطق جي ج ج ج ج ج فهنا لأنه أو فيكون الجيم هذا بضموم ج ج ج يعني ج ج ج وليست ج ج لا ج ج وفبك مفتوح ج ج ج ج طيب هنا ملاحظة سريعة الج هذا تمام الذي ينطق ج هو يعتمد على حسب ما يأتي بعده فإن كان بعده أو فيكون مظموم مثل هذه الكلمة ج ج تعني يذهب أو قد تكون مكسورة إذا جاء بعدها إي لأن الإي كسرة فتصبح ج ج ج يعني يحصل على ممكن يكون الجي هذا أيضا مفتوح إذا مثلا جاء مثل هذا إذا جاء مثلا ق ق ق إذا جاء مثلا أو مضموم إذا جاء إي مكسور إذا جاء إي مفتوح تمام حتى إذا جاء الي يكون مفتوح ق ق قم مثلا طيب ننتقد إلى الجي في آخر الكلمة دوغ شوف هنا جو 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 طيب في آخر الكلمة الكلب نسميه دوغ دوغ لازم لو ركزت أنا أقرب منك شوي تسمح لي معلش دوغ 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 تيك دوغ طيب هذه هنا جي في الأخير ولكن بعدها أو يعني مضموم مان غو مش هل نقول غو وهذه غو في الأخير هاي لكن أضفنا كلمة مان غو المانغة مان غو مان غو نعيد أحد مرة أخرى نحاول تقرأ معي أحسنت غو غو وليس جو غو وهذه الكلمة جت 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 وهذه الكلمة دوغ 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 وهذه الكلمة مان غو مان غو مان غو وهذه الكلمة حاول أحسن فراغ 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 إذن هذه الحالة الأولى انتهينا منها أوكي ننتقل إلى الحالة الثانية الحالة الثانية إنه إذا جاء الجي مع الان في حالات كثيرة طبعا لا نستطيع أن نجزم إنه مئة في المئة دائما عودوا نفسكم ونفلوغة الإنجليزية عندما أي أحد أي أحد أنا أعطيكم أو مدرس آخر وتقرأ في كتاب قاعدة معينة اعمل حسابك إنه القاعدة هذه قد تكون 90-95% دائما هناك شواب فعشان ما تتعب دماغك وتتعب رأسك عندما تجد في كلمة معينة يعني الكلام هذا مش موجود مثل ما أخبرنا من درس هناك استثناءات دائما في اللغة الإنجليزية فرجحتي معك الجي لما يأتي مع الان لا ينطق الجي يعني كأنه غير موجود مثلا كلمة ساين ساين يوقع ساين طبعا هي أصلا ساي جن ساي جن تمام مع السنين أصبحت مع التنطق يعني كان التنطق يا سيد مراد على الأغلب حسب ما قررت في كتب تاريخ اللغة الإنجليزية نعم كانت تنطق ساين ساين ساي جن ساي جن أو شي كانت واضحة ساي جن بس ركز معايا أنت الآن أنا لو قلتها لك وهي مش مكتوبة ساي جن وكأنه الجي مش موجود صح؟ خاصة تعرفوا الناس اللي أحيانا بياكلوا حروف فيقول لك ساين ساين يعني كأنه مش موجودة ويوقع التصميم أو يصمم دي زاين دي زاين دي زاين دي زاين دي زاين ويصمم يعني ومنها دي زاينر المصمم هذا يصمم الفعل وهذه فورينر فور فور اي نر الجي كأنه مش موجود الجي كأنه مش موجود فورينر فورن 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 أجنبي يعني هذا أجنبي يعني هذه أصلا هي نفس هذه يعني طيب أطلب منك تقرأها حاول تقرأ هذه مرة أخرى الجهل الجي خلاص هنظن أنه الجي مع الان الجي أبا يطير طيب اقرأ لهذه الكلمة يوقع أحسن وهذه الكلمة وهذه الكلمة الأجنبي أحسن كأن الجي مش موجود على طول كأن الجي مش موجود تجاهل وكأنه مش مكتوب لا يخربطك وهذه يستقيل ريزاين 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 خلاص الحالة الثانية أيضا البها الحالة الثالثة للحرف جي إنه الجي اتش الجي مع الاتش ما ينطق إذا جاء وسط الكلام ما ينطق خذ إيش قلتنا ركز على كلامي إذا جاء وسط الكلام فالجي إتش لا ينطق لكن إذا جاء في آخر الكلمة فينطق فا وهذه الحالة الرابعة عملية بسيطة جدا ركز معي هذه كلمة الضوء شوف 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 كأنه تجاهلوا لا 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 يدوشك لا يخربطك يعني أنا لو كتبت لك هذه الكلمة بهذا الشكل شوف كتبتها أنا طيب لو كتبت لكيها بدون الجي إتش أنا يعني بهذا الشكل هتقرأها لايت أنا شلت الجي إتش خلاص يقرأها كأنها مش مكتوبة يقرأها كأنها ليست مكتوبة فايت بهذا الشكل كأنها هكذا فايت يقاتل ويضوء لايت وهذا المشهد أو المنظر إس آي تي كأنه مش موجود يقرأه سايت سايت وهذه ربما أو من المحتمل ام آي تي مايت مايت إذن اركز أنه أنعيد نطق الكلمات اقرأي الكلمة هذه مرة أخرى لايت أحسنت وهذه الكلمة فايت وهذه الكلمة المشهد أو المنظر ها سايت أحسنت سايت وهذه ربما أو من المحتمل مايت مايت إذن جي إتش في وسط الكلمة ما ينطق وإذا جاء في آخر كلمة ينطق فا فهذه الحالة الرابعة إذن نحن انتهينا من الحالة الثالثة الحالة الرابعة إناف إناف كأنه فا حرف فا نعم فا إناف والكحة كاف كاف ويضحك لاف 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 نعيد مرة أخرى عندما تقول واحد هذا كافي إناف إناف والكحة عندي كحة كاف كاف مش كاف يعني هي نفس النطقة بس مش هي الكاف يعني ويضحك لاف لاف طيب مش أخبرتك أنه أي قاعدة بيعطيك هي من القواعد بتكون 90% 95% هناك استثناءات مثلا مثل مثل هذه الكلمة غوست غوست شوف نطقناه الجي غوست شبح أو غانا 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 هذا هو كانت درسي اليوم بكل اختصار جميع حالات نطقة الحرف جي يمكنك أنك تعيد الفيديو من البداية ويمكنك أنك أنت تحاول أن تنطق الكلمات وتسمع نطقي وتعمل مقارنة بهذا الشكل تؤكد لنفسك أنك استعبت الدرس اضغط لايك إذا أجبك الفيديو وشاركه مع غيرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا واركا مقريبا مع السلامة الله ما زلنا في سلسلة نطق جميع حروف اللغة الإنجليزية هذه الدروس تتبع لسلسلة اسمها كورس المهارات الذي يريد أن يعرف أين يجد كورس المهارات إذا دخلت على قناتي اضغط أسفل الشاشة ستجد في الأعلى ما يسمى قوائم التشغيل من خلال قوائم التشغيل ستجد كورس خاص بالمهارات النطق يعني أنا وضعت جميع حالة نطق الحرف A, B, C, D وجميع الحروف واليوم سنترس الحرف H طبعا ستجدها مرقمة 1, 2, 3 إذا دخلت إلى قوائم التشغيل كورس مهارات النطق من الأقدم إلى الأحداث يعني من الدرس رغم 1 إلى آخر درس ستبدأ معك بالترتيب فيه كورس أيضا خاص بالقواعد من القواعد رقم 1 إلى القواعد التي في الأخير آخر شيء يعني هذا الكورس ميزته أنه يدرسك جميع الدروس لكل مهارة من الصفر وحتى الاحتراف حتى التحدث يوجد لها دروس في قوائم التشغيل كورس مهارة القواعد كورس مهارة الكتابة كورس مهارة النطق الكلمات الجمل الاستماع يعني حتى تدربك كيف تستمع إلى الحروف ثم الكلمات ثم الجمل ثم الأسئلة ثم العبارة الطويلة ثم القراءة كيف تقرأ حرف ثم تقرأ كلمة ثم تقرأ قطعة وهكذا طبعا الذي يقول ما الفرق بين الكورس الذي أعلنت عنه في قناتك الثانية في قناة الثانية في كورس اسمه كورس 2021-22 والآن حالي اسمه 2022 هذا لا يدمي جميع المهارات مثل تدرس المعاهد يعني كانك تدرس في معهد تبدأ تدرس من المستوى الأول الثاني وهناك امتحانات يعني كل واحد يختلف يعني أنت قد تريد تدرس مهارة معينة فكورس المهارات لهم مفيد لك أنت تريد أن تدرس كورس كامل يعني كتابة وقرأة وتحدث استماع وتنتقل من المستوى إلى المستوى الكورس الذي في قناتي الثانية هيكون أنسب لك خلونا نبدأ الدرس مباشرة وهو حرف H الحرف H أنا حددت له 1-2-3-4 ال H معروف في اللغة العربية أنه يعادله كما تعرفون هو ال H ال H في اللغة العربية فعندنا مثلا ها ها هات الحار هات والقبعة هات هات قبعة هات 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 هانغري هانغري شخص اسمه ماهر 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 هابي هابي يعني ها مثل ها هذه الحالة الأولى أنت يرى من ها ننتقل إلى الـ 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 إذا جاء بعد الـ غالبا لا ينطق يعني هو لا ينطق يعني إذا أنت قرأت مثلا كلمة ماذا لن تقول لا تستطيع أن تقرأها أصلا يعني لو وضعناها ثم ألف ثم مش هتجي معك فلافظة أنك تشيلها فتصبح صح؟ كله مية مية وتعني ماذا وأين نفس القصة إذن يعني كأنه الـ مش موجود ومتى وين 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 ولماذا واي 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 وابعدين يا واي لكن مثلا ركزوا في هذه الكلمة ينطق يعني أنا صحيح أنه أقول لا ينطق لكن في مثلا مثل كلمة هو هو يعني من هو من أنت هو هنا العكسة الآية الـ 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 ينطق هو ها ثم واو هنا ينطق هاو ها ثم واو لأنه أي واو واو ينطق واو واحد تصير هاو كيف لي هاو ويقول لا بالله أنا تخربط الدبليو إذا جاء بعده إتش الإتش ما ينطق إذا قبله دبليو خلاص وات وير وين واي لكن في كلمات إذا جاء مثل كلمة هو من تنطق هذا ينطق وهذه هاو هاو هو وهاو الحالة الثالثة إنه إذا وجدت قبله إتش قبل الأو إتش فإنه الإتش لا ينطق يعني مثل كلمة hour hour two hours ساعتين one hour ساعة واحدة أو أمين honest 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 hour honest hour honest honor honor يعني ليه الشرف والشرف honor 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 emit our honest honor كأن الإتش ليهن ما مكتوب فقط الحالة الرابعة هذه نعتنا منها الحالة الرابعة تي إتش ينطق إما ذا وإما ثا وهذه يعني لن يتفرق بينهم كثير بس مع التكرار للغة الإigram Мих وذلك ذا 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 وهؤلاء وأولئك طبعا عندنا أيضا كلمة هذا كله كان لكن انطقة مثل نحيف شكرا هذا الحالة الرابعة إذا إما هو ينطق ها ولا ينطق إذا جاء بعد الدبديو ولا ينطق إذا جاء بعد قبل الأو ينطق الأو هو لا ينطق وإما ينطق ذا وإما ينطق تا هذا جميع حالات نطق الحرف طبعا عندنا مثلا تدريب مثل هذه الكلمة كيف تقرأها كما أخبرتك شوف الدبديو لا ينطق وتعني كامل يعني طب هذه الكلمة أعطيك تدريب الآن نعم الدبديو لا ينطق طب هذه الكلمة اللي كتبناها أول think think طيب وهذه الكلمة ها أحسن three 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 وهذه الكلمة كيف تنطق مرة أعيدة حاول أقرأ معك honest شوف honest أحسنت طيب وهذه الكلمة كيف تقرأ هذه الكلمة what أحسنت طيب وهذه الكلمة كيف تقرأها كيف تقرأ هذه الكلمة whose these صحيح طيب وهذه الكلمة كيف تقرأها whose whose وهذه three رقم ثلاثة three أتمنى أن يكون الفيديو فادكم وهذه الكلمات كلها جميع حالات نطق الحرف H ها لا ينطق إذا جاء بعد الدباليو لا ينطق إذا جاء قبل الأو يعني بعد الدباليو قبل الأو وينطق ذا وإما ثا وهناك استثناءات دائما في أي خواعد في اللغة الإنجليزية أتمنى أن يكون الفيديو فادكم أتمنى تشاركوا مع غيركم وأتمنى أنك أنت تلتحق بالكورس لأنه فيه اختبارات فيه مراجعات جميلة يعني المهارات حلوة أنه إنت لو اشتغلت على نفسك في الكورس اللي هو كورس 2021-22 إذا عندك مشاكل في النطق في هذا ممكن كورس المهارات يفيدك ويدعمك لأنه هيكون مرتب ومرتب بشكل يعني يفيد الجميع شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد ودرس اليوم هو تكملة لنطق الحروف المتحركة التي هي التي تسبب مشاكل عند قراءة الكثير من كلمات اللغة الإنجليزية لأنني كما أخبرتكم لا توجد كلمة في اللغة الإنجليزية إلا ويوجد فيها على الأقل حرف متحرك واحد والحروف المتحركات كما تسمى هي كما أخبرتكم سبق أن شرحت الأي في فيديو مستقل وتستطيع أن تشاهده في قوائم التشغيل وكذلك قمت بشرح الحرف إي واليوم سنقوم بدراسة الحرف آي سنترس جميع حالات الآي كما درسنا جميع حالات نطق الأي والإي في دروس منفصلة حتى تستطيع أن تقرأ أي كلمة لأن أي مشكلة عند أي طالب عندما يقرأ الكلمات أغلب ما يواجهك هذه هي الحروف المتحركة وهي الحروف التي تحتاج منك أن تركز وتعرف حالات نطق هذه الحروف المختلفة حرف الآي حقيقة من الحروف السهلة جدا الحرف آي إذا وجدته في أي كلمة فأنت ستنطقه مثل الياء أحيانا يكون مثل الكسرة وحيانا يكون مثل الياء ولكنه ياء سريع يعني لا تحاول أن تمد الياء لا تضغط على الياء ياء سريع مثل يعني كلمة إز أو كلمة إن 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 هذا الآي جاء في أول الكلمة إذا جاء في وسط الكلمة مثل كلمة هيت 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 أو كلمة سن 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 أو كلمة وين 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 وكذلك كلمة مل 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 إذن الآي إذا وجدته في أي كلمة هو مثل الياء أو الكسرة السريعة أو الياء السريع أما في الحالة الثانية من حالات الآية التي ندرسها اليوم إذا جاء الآي ثم حرف ساكن ثم جاء حرف إي أحدهم أيضا قد يسأل ويقول ما هو الحرف الساكن الحروف المتحركة هي И وي وإي وي وكما أخبرتك غير الحروف المتحركة بقية الحروف أي غير الحروف المتحركة تسمى حروف ساكنة وسميت ساكنة لأنها لها شكل واحد لا يتغير لكن الحروف المتحركة لها عدة أشكال كما ندرسه اليوم الآي تنظر إلى عدة أشكال ينطق بطريقة مختلفة في هذه الحالة وفي هذه الحالة ونحن في الحالة الثانية الآن نشرح الآي ينطق إذا جاء آي ثم جاء حرف ساكن يعني غير حرف تحرك ثم جاءت الإي فإن الكلمة تنطق كما ينطق الآي كما هو يعني الآي كيف ينطق؟ ينطق آي آي كذلك ينطق يعني أيضا أشبه لك يا كما في كلمة لا في اللغة العربية نركز ونفهم الوضع الآن عندنا كلمة وين درسناها وين في السابق لكن عندما يأتي الإي في الأخير تصبح وين كما أخبرتك ينطق مثل الآي آين وين وين الكلمة الأولى وين وهذه وين آي وين أيضا مثل كلمة مين مين لو لم توجد الإي في الأخير ستنطق مين مين لكن هنا مين مين بسبب الإي أيضا كلمة فاين فاين إذا لم تكن توجد هناك الإي في الأخير ستنطقها فن فن لكن بوجود الإي فاين فاين وعلى هذا الحال يعني مثل أيضا كلمة لين 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 وكذلك كلمة سايت 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 لو لم توجد الإي في الأخير يعني لو كانت الكلمة كما تراها ستنطق ست ست مثل اليا كما أخبرتك لكن بوجود الإي في آخر الكلمة جعلها سايت سايت هناك كلمات كثيرة جدا بهذا يعني الشكل الذي هو آي ثم حرف ساكن ثم حرف الإي وهي كثيرة جدا طبعا الحالة الثالثة نحن درسنا الآن الآي أنه مثل الكسر أو الياء مثل كلمة إن وإز وهيت وسن وين وملك ولكن نطقنا يعني الصوت الثاني من الآي هو إذا جاء حرف الآي ثم حرف ساكن ثم حرف الإي فينطق مثل ما كنا وين ماين فاين لاين سايت وهكذا تتدرب على الكلمات والنطقة الثالث للآي هو إذا جاء الآي جي إيش الآي جي إيش عادة جي آي جي إيش تي هؤلاء عادة ينطقوا مثل النطقة السابقة يعني أيضا مثل كلمة سايت 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 يعني آي جي إيش تي كلمات منتشرة بكثرة فلذلك أنا اخترت لك أغلب الكلمات التي تأتي وستجد مثل هذه الكلمات فإذا وجدت آي جي إيش تي إذا وجدت آي جي إيش تي فستنطق الآي آي كما هو سايت 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 أو كما في هذه الكلمة لاي يحسر سايت أو أغلب الكلمات الذي ي worldly هو واته حتى نتأكد أنك استوعبت هذا الدرس كيف تقرأ هذه الكلمة؟ أحسنت؟ وهذه الكلمة؟ وهذه الكلمة كيف تقرأها؟ نعم صحيح وماذا عن هذه الكلمة؟ وهذه الكلمة مشهورة هذه الكلمة نعم الـ GH لا ينطق وهذا في درس إن شاء الله لاحقة وسبقا شرحتها لكن سأدرسها أكثر وهذه الكلمة هل تعرف؟ وماذا عن هذه الكلمة؟ وماذا عن هذه الكلمة؟ كما أخبرتكم مسبقا عندما ندرسكم مثل هذه الدروس أي دروس النطق فنحن نعطيكم أو ندرسكم حسب الأغلبية ولكن هناك بعض الكلمات نعم يعني قد تجد بعضها مثل الكلمة تنطق لف وتنطق لايف لف بمعنى يعيش ولايف بمعنى بث مباشر عندما تشاهد أي بث مباشر مكتوب في الأعلى ينطق لايف فهناك استثناءات نعم دائما تجد في اللغة الإنجليزية استثناءات فلا تجعل الأمر صعب وتجعل الآن يعني لا تجعل هذا الأمر يشوش عليك نحن ندرس مع عادل 95% أي أغلبية النطق عندما تواجه أي كلمة فأنت الآن بكل بساطة إذا وجدت الآي في أي كلمة تدرب إذا كان الآي هذا لوحده فهو يا أو كسرة في أول الكلمة في وسط الكلمة فهو يا أو كسرة إذا جاء آي ثم جاء حرف ساكن ثم جاء حرف إي ستتدرب على نطقها وإذا وجدت الآي جي اتش تي هذه كلمات منتشرة في اللغة الإنجليزية أنطقها نفس النطق الثاني أيضا مائت سايت فايت لايت وعلى هذا الحال أتمنى لكم الجميع أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس وشارك الفيديو مع غيرك وأنا قمت بدرس دروسي كاملة في قناة جديدة قمت بتجميع الدروس الذي يحب أن يشاهد دروسي يعني مدمجة دون عناء البحث والتشويش والخربطة أين الدرس رقم كذا أين الدرس يعني دمجت دروس النطق كامل القواعد الأزمنة المحادثات العبارات في قناة جديدة رابط القناة جديدة ستجده في الوصف أسفل الشاشة التي أمامك شكرا جزيلا لكم أراكم قريبا مع سلامة الله مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد ودرسه اليوم هو عن نطق الحرف ك نطق الحرف ك مثل أي حرف اللغة الإنجليزية قد يكون هذا الحرف مفتوح أو مكسور أو مضموم وهذه النقطة التي لا يركز عليها كثير من الناس يعني أي حرف اللغة الإنجليزية عندما تقرأ هذا الحرف انظر ماذا يوجد بعد هذا الحرف فإن كان يوجد مثلا الحرف A فأنت ستفتح الكي ستقول كا كا وستكسر الا إذا جاء بعدها حرف الإي فستقول كي كي أو أيضا إذا جاء حرف الاي فستقول أيضا كي كي وستضم الكي إذا جاء بعدها حرف مثلا أو أو اليو وهنا حادثا يعني ممكن تكون مضموم ممكن يكون مفتوح وعلى الأغلب يكون مضموم فتقول كو كو إذا كا مفتوح كي مكسور كو مضموم أو مع اليو طيب هناك حالات أخرى نطق الحرف كي يعني الكي عموما يعني إذا ركزنا عليه عندي فقط صوتين للكي هو حرف بسيط جدا يعني نطقه ليس بذلك الشيء المعقد حرف الكي يعني كما يعادله في اللغة العربية حرف الكاف يعني نحن نقول كي وهو يعادل حرف الكاف مثل كلمة كيل كيل يقتل كيل أو الملك كينج 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 أو يحفظ كيب 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 أو يبحث سيك 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 أو الحليب ملك 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 طيب هذا الحالة الأولى وهي أن الكي ينطق مثل حرف الكاف الحالة الثانية إذا جاء كي ثم حرف إن فإن الكي لا ينطق أكرر عندما تقرأ أي كلمة ووجد حرف كي ثم بعدها إن كي وبعدها إن كي إن كي إن فإن الكي هذا لا ينطق لا تنطق حرف الكي واحد يقول كيف ما أنطقه لا تنطقه تجاهله اكتبه ولكنه لا ينطق عند قراءته فتقول الركبة مثلا ني 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 يعني لا تقول كني لا خطأ ني أو يعرف نو 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 أي نو أنا أعرف نايف سكين نايف نايف أو يطرق الباب ناك 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 إذا باختصار الكي له ثلاث معروبات فقط ركز على الحرف التي تأتي بعدها إما يكون مفتوح أو مكسور مضمو والكي في اللغة الإنجليزية يعدل في اللغة العربية حرف الكاف وإذا وجدت الكي ثم جاء بعده حرف إن فإن الكي لا ينطق هذا كل ما في الأمر شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح شكرا جزيلا لكم مرحبا بكم جميعا وتكملت سلسلة كورس نطق الحروف في اللغة الإنجليزية طبعا أنا أنزلت دروس سابقة لنطق الحرف A, E, I, O, U وإكمالا لبقية الحروف وستجدها مرضمة ومرتبة في كورس خاص بالنطق في قناتي الأولى عند الضغط على اسم القناة أسفل الشاشة ستجد في الأعلى ما يسمى قوائم التشغيل اضغط على قوائم التشغيل ثم ستجد كورس النطق خاص بالنطق من الحرف A, B, C متدرج إلى كل الحروف ثم ننتقل الحروف ثم نبدأ بالكلمات ثم الجمل ثم الأسئلة ثم العبارات إلى أن تتقن تقرأ قطع إنجليزية طويلة إذا معناته كورس النطق يبدأ من الصفر إلى الاحتراف وسيكون بقية الكورسات أيضا كورس المحادثة مثلا كيف تتحدث عبارات بسيطة أسئلة بسيطة جمل أشهر العبارات ثم أكثر 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 حتى تتقن أفضل دروس التحدث وكذلك القواعد وكذلك الكتابة كيف تكتب حرف ثم تكتب كلمة ثم تكتب جملة ثم تكتب باراغراف هذا ستجدون إن شاء الله موجود في قناة أولى في كورسات خاصة كورس النطق كورس القواعد كورس الكلمات كورس الكتابة الاستماع كل شيء حرف اليوم هو حرف الـ L اليوم عندنا حرف الـ L والـ L مثل أو مثل أي حرف اللغة الإنجليزية أي حرف اللغة الإنجليزية ينطق كما سبق عن شرحت مفتوح أو مكسر ومضموم ولكن نعيد هذه النقطة لأنه قد يكون طالب جديد يشاهد هذا الدرس طبعا أنت عندك حرف مثلا الـ L إذا وجاء بعدها A فتصبح لا أي أن اللام سيكون مفتوح إذا وجدت E فستكسر الـ L فستقول لي لي أو إذا وجدت الـ I أيضا لي إذا وجدت الـ O ستقول لو لو تمام أو اليوم طيب إذا نعمة مفتوح أو مكسر ومضموم نأتي إلى الحالتين اللي موجودة لنطق حرف الـ L هي فقط حالتان يعني ليست صعبة الـ L معروف في اللغة العربية يعادل الحرف لام فنقول Last إذا ما أنزلتها باللغة العربية ستجد أنه لام ألف سيمتاء إذا كتبتها Last وتعنيه قبل Last month قبل شهر Last year قبل سنة أيضا الحرفان L-L إذا وجدت الحرفان L-L فانطقهم حرف واحد وهذا ليس فقط لحرف الـ L أي حرفان في اللغة الإنجليزية ينطقوا حرف واحد فتقول Till يخبر Till 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 كما أخبرت كونه مفتوح Till يخبر Till وهنا يحب Like هنا ركزوا البعض يقول أنت قلت أنه المفروض يكون إذا وجدت الـ I أن يكون يعني مكسور المفروض يقول Leak كلام صحيح لكن هناك قاعدة تقول إذا وجدت حرف الـ I ثم حرف عادي يعني أي حرف مش متحرك ثم I فدائما هذه تنطق I كما هي يعني مثلا My Mine بسبب I ثم I وكذلك Like و Fine و Sign كلمات كثيرة Like يحب والفاتورة نسميها Bill Bill أي حرفين ينطقوا حرف واحد Bill وسوف كما تعرفون Will 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 لا Large نفس القصة لام ثم مفتوح لا Large Large وتعني كبير Will سوف الحالة الثانية للحرف L ينطق عادة يأتي الـ L يأتي بعد الـ O-U أعيد الحالة الثانية لنطق الحرف L إحنا أخذنا أنه L ينطق لام مثله مثل الغربي مفتوح مكسور مضموم الحالة الثانية أنه يأتي الـ L بعد الـ O-U يعني مثلا مثل هذه الكلمة Would إذا جاء الـ L بعد الـ O-U في كلمات مشهورة كثيرة ما ينطق الـ L يعني مثلا هذه الكلمة Would Would وليست Would يعني اللام هنا الـ L لا ينطق Would Would وهذه الكلمة Could Could الـ Would هي طبعا ماضي ويل أو بمعنى يود أو يرغب Would like مثلا أي وود لايك وكود الماضي من كان استطاعه Could وكلمة أيضا Should Should يجب إذا نعيد مرة ثانية نطقهم Would وهي الماضي من ويل مثلا كنت سأعمل أي Would go كنت سأذهب Would وهذا أيضا Could Could وهذه Should Should لاحظنا الـ L لا ينطق في كلمات الـ L ما ينطق فيها أخترت لك أكثر كلماتين مشهورة Half تعني النصف أيضا الـ L هنا لا ينطق يعني لا تقول Half لا Half Half يعني نص نص Come Come وتسمعه Come down اهدأ Calm down يعني الـ L أيضا لا ينطق إذن باختصار حرف الـ L مثل ومثل أي حرف ممكن يكون مفتوح مكسور مضموم وهنا قرأنا عليه كلمات والحالة الثانية إذا جاء بعد الـ OU مثل كلمة Would Could Should فإن الـ L ما ينطق وهناك كلمات أيضا الـ L لا ينطق أشهرها Have و Come Calm down أتمنى يكون الفيديو في هذاكم شكرا جزيلا لكم قد لك حبا وفقا ننسي يصول مع السلامة الله مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد واستكمال الدروس مهارة النطق والذي لا يعلم هناك كورس خاص بالمهارة النطق يعني نبدأ بمهارة النطق من الصفر حتى الاحتراف نبدأ بنطق كل حرف بشكل منفرد كل حرف لهو أمثلة ثم ننتقل الكلمات ثم الجمال أسئلة حتى تنطق أي كلمة أو عبارة أو سؤال أو حتى قطعة يعني تحترف القراءة والنطق وهناك كورس خاص بالقواعد وكورس خاص بالمحادثة وبالاستماع والكتابة يعني بس من الصفر تبدأ كيف تكتب الحرف حتى تكتب مقالة كيف تتحدث عبارات بسيطة حتى تتقن التحدث وتكون جمل طويلة لا أريد أن نضيع الوقت حرف اليوم لدينا هو أم حرف الأم الأم مثله مثل أي حرف يعني أنت تقرأ الحرف أم إما مفتوح فإذا جاء بعده أ مفتوح إذا جاء بعده إي مكسور أو الأي طبعا أما الأو فهو مضموم أيضا اليو إما مضموم أم مفتوح يعني هناك حالات طيب إذا ما وصلت نضوء إلى هذه الكلمة الرجل وتعني مان ركز إن الميم هنا مفتوح يعني أنا وضعت الميم ثم بعده ألف مان رجل مان 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 لكن الرجال وهي الكلمة الجمع من كلمة رجل وهي الجمع الشاد يعني أعرف أن الجمع إذا أردت أن تجمع أي كلمة تضأس لكن هذا جمع شاد فهنا مثلا عندنا مان رجل وهنا مين مان مان أنا هنا قلت ماء لكن هنا قلت ماء 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 مان رجال ونفس القصة هي موجودة أيضا في كلمة مان مان ومن مان أيضا عندنا كلمة مون أضميث المين هنا ركز كما أخبرتك ماء ماء مان مين ماء مون مون القمر ثم اليو ميو ميو زيك ميو ميو زيك الموسيقى ماء ماء ماتش كثير أنا حدث أوضح لك أنه اليو ممكن تكون يو ميو ميو ممكن تكون ماء ماء ممكن تكون فتحة كما أخبرتك مسبقا إذن باختصار عيد الشرح مرة أخرى عيد الشرح مرة أخرى عندنا حرف الام هو يعادله باللغة العربية حرف الميم وهو مثله مثل أي حرف يكون مفتوح إذ جاء بعده ا يكون مكسو instantaneous يبعده ا أو ا ويكون مضموم إذ جاء بعده أو أو يو ولكن ليس في الغالب أن يكون الأو أو اليو مضموم لأن الأو واليو من الحروف المعروفة حيانة تكون مفتوحة حيانة تكون مضمومة فلذلك في هذه الكلمة قلنا ميو ميو لكن هنا قلنا ما ما فليس هناك قعدة ثابتة نريد قراءة الكلمات مان مان رجل والرجال كيف تقولها مين 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 القمر ها حاولت تقرأها قبلي مون مون والموسيقى ميو وكثير ايضا عندنا اذا جاء الام ايضا في وسط الكلمة سواء في اول كلمة وسط الكلمة تسمع المضارع البسيط بسيط الامر بسيط او اذا جاء فهو ينطق مين اي حرفين في اللغة الانجليزية ينطقوا حرف واحد مر غرا مر يعني لا انطق الميمين ميم ميم لا غرا مر او كلمة اي ام اي ام انا اكون وهذه اشهر كلمة في الانجليزية تقريبا اذا باختصار حرف الام بيثبه مثل اي حرف هو ينطق مفتوح او مكسور مضموم على حسب ما يأتي بعده وهناك يعني ملاحظة انه اذا جاء بعده او 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 ممكن يكون او 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 مفتوح او ممكن يكون مضموم هذا كلها بالنسبة لحرف الام العملية بسيطة جدا شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة مع السلامة الله